ثلاث أفكار قال الوزير سليمان فرنجي نهار منتدى الطائف أولا أنه لبى دعوة السفير ثانيا أنه حلفائه مش ضد الطائف هذه رسالة أيضا وجهت إلى السعودية وثالث شغلة أنه نحن من صلب الطائف سليمان فرنجي وقال سليمان فرنجي من صلب الطائف وبالتالي هل هذه العبارات الثلاثة قد تؤدي إلى يمكن أن يكون الوزير سليمان فرنجي مرشح أيضا للسعودية طيب زل نقول هذا الموقف الرئيس سليمان فرنجي وبعض فريق 8 أدار هذا الموقف مش جديد هذا الموقف كان عام 2005 من الطائف كان موقف إيجابي من الطائف ولكن نحن ما اختلفنا على الطائف اختلفنا على أمور تاني العلاقة بسيادة لبنان بقرار الوطني بنظرة لكثير من الأمور بموضوع الإصلاح وموضوع السلاح كل هذا اختلفنا عليه فما فينا بس نحصر الموضوع بهذا العنوان كثير من الفرقاء اللبنانيين اليوم هم مع الطائف أقله في جزء منهم يعني علنا وضمنا هيك في جزء منهم يمكن أن يكون علنا هيك ولكن ضمنا عنده التفكير الباطني العميق اللي ناطر اللحظة المعينة لينقض على هذا الاتفاق ويستعيد صلاحيات مفقودي هذا موضوع منترك إلى الأيام ومن ضمن حلفائكم اللي هنا القوات اللبنانية لا أعرف لأنه بوقت اللي كان بذروة هجوم الوزير باسيل على الطائف كانت القوات اللبنانية بحالة صمت بس أنا الموقف ما فيه يأخذوا هايك أنا بأخذ موقف القوات اللبنانية بعد انتهاء الحرب وموقفهم المعلن والواضح اللي يأيدوا فيه الطائف هني هو البتركس فير في ذلك الوقت أما بما يخص طيال الوطني الحر لأنه نحن نحكي جزء من التاريخ نعم هو خرج من قصر بعبدة بـ 13-20 رافضا للطائف عادة بالـ 2005 بتسوي ارتضى فيها اتفاق الطائف مقابل رئيسة الجمهورية كانت المسألة واضحة تختلف تماما وبالتالي لا نكون عم نظلم هايك القوات اللبنانية إذا سوينا بهذا الموضوع ولكن طبعا هناك الكثير من الفرقاء اليوم يتحدثون عن يعني إذا صح التعبير عن اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة التي تستطبط فكرا فيدراليا لا نوافق عليها هالموضوع مش عبقوله بس على الهواء قلناه باجتماعاتنا مباشرة معهم بزرونا إنه هذا الموضوع نتقوله نحن ما نوافق على هالموضوع علما نحن تطبيق مندرجات الطائف معها بالمطلق وأول شغلة رح نبلش هلق ندرسها بالحزب شكلنا لجنة لنبحث فعلا نحدد موقفنا الحاسم بالنقاط حتى ما يكون فيه التباس بموضوع اللامركزي لأن يبدو موضوع اللامركزي هو عنوان خلافي بالمرحلة المقبلة لأنه فيه فريق بريد ياخده باتجاه لأسباب التي ذكر ونحن عم نقول خلينا ننفذ الطائف إمانا بمبدأ الماء متوازن في فرق بين الطرحين بل لا مركزي ولا مركزي إداري ومالي موسع نعم وأساسا بآخر عهد الرئيس منشيل عنصر في مشكل كتير كبير حول هذا المطلب تحديدا وأكيد رح يستمر بين الأطراف الليبناني بدأ هذا الفريق يعبر عن رأيه بكل صراحة من كتير من الأمور ويمكن عنده حسابات وبعدا نحكي عنه مش وقت كان لافت كمان بكلام النائب وليد جونبلاط أمام الأخطر الإبراهيمي عن رئاسة مجلس الشيوخ للدروس هل بالمرحلة المقبلة يعني معركة الحزب الاشتراكي حول مجلس الشيوخ وتثبيت رئاسة مجلس الشيوخ إلى الدروس لكن لكون معك واضح ولا مرة هذا الموضوع قربناه من منطلق مذهبي طائفي ضيق حتى في الكثير المحطات كنا بس الناخش نقول ما تفوتوا فيها هلأ نقولوا عاب يعملوا هالشغلة بلعبة المحاصصة هالمحاصصة اللي بيحكوا عنا دايما مفكرين البعض مفكرين التاريخ بلش سنة التسعين ما هاي المحاصصة بلش سنة 1920 ومكفية ممكن ما تكونش على أيامنا بالمستقبل لأنه لبنان ركب على محاصصة شو هلأ أنا وانت عملتها نعملت بهذا التسويل الكبرى دولة لبنان الكبير وأول خطبة خطبة باتفاق الطائف هي الغاءة الطائفية السياسية لبال خلينا نكون متواضعين بالفكرة تذكر الجدال اللي صار بانتخابات حقيقة المكتب نعم وقمنا وطلبنا بلى مزايدات تتفضلوا وروحوا نأسس الهيئة الوطنية للغاءة الطائفية السياسية طيب نحن مش بسقلنا هذا الكلام قولا ذهبنا إلى المجلس النيابي ووقعنا اقتراح قانون كليقاء ديمقراطي وقدمناه موجود بالمجلس وأنا أدعو المجلس كي يناقش ورح نحكم يعني رح نحكم مع الرئيس بره كي يدرج هذا الاختراح على جد والأعمال ويا رايت ويا رايت ويا بقول على الهوى من عندك يا رايت عندما نناقش هكذا قانون اختراح قانون يناقش على الملأ أمام وسائل الإعلام أمام اللبنانيين يعرف اللبنانيين من جاد بالطرح ومن يستعمل هذا العنوان شماعة وعنوان وشعار فقط إذن التطبيق الطائف يبدأ بتشكيل هذه الهيئة طبعا مجلس الشيوخ بده يترافق مع مسألة تانية انتخابات خارج القيد الطائفي ومجلس الشيوخ يطمئن الطواف ولكن وحده لا يكفو بدك قانون عصري للأحزاب بدك قانون اختياري مدني للأحوال الشخصية وبدك قانون انتخاباته معه مجلس الشيوخ وليلازم نبلش من هونيك وبعدها نجي على قانون الانتخابات وعلى مجلس الشيوخ فيما خاص طائفة الموحدين دروس ليش انطرح الموضوع عبر عن هذا الأمر وليد جنبلاط بمنتدى الطائف لعبت طائفة الموحدين دروس دورا محوريا في تاريخ لبنان كان لها دور مشرف بالحفاظ على هوية لبنان على عروبته ودفعت الكثير من الشهداء عبر عقود من الزمن عبر مئات سنة وبالمواجهات الأخيرة تنذكر ولا تنعد دفعوا ثمنا كبيرا وكان لهم دور أساسي بفتح طريق العروبة واستعادة الدور الوطني وإسقاط 17 أيار وفتح طريق المقاومة إلى الجنوب وبالتالي كان في وجهة نظر أنه يجب أن تكافأ بشيء ما طبعا النظام السوري في ذلك الوقت لم يستسغ هذا الأمر باعتبار أنه هذا الأمر يفتح شهيد دروس جبل العرب ولكن بذلك الوقت كان فيه لواء حكمة شابي رئيس أركان الجيش السوري كان يعلم التضحيات الجسام التي قدمتها هذه الشريحة الوطنية قال فلتكافأ في هذا الموقع هذا كل الموضوع هلأ البعض يتشاطر لا يخطف هذا الموقع ليس الوقت اليوم للبحث في مسألة لها علاقة بتوزيع الحصص على الطواقف بالوقت الذي المواطن اللبناني يأنمن الحاجة والجوع والفقر يعني احتراما لهذا الشعور في أولويات اليوم الإصلاح عودة أموال المدعين إعادة الطبقة الوسطى إلى الانتعاش روايدا روايدا نعود إلى حد مقبول من رفاهية الشعب اللبناني هذا حلمنا وطموحنا موضوع النفط اليوم كتير واعد المطلوب أن لا نتلهى بتلك الشكليات وأن نذهب إلى مؤسسات إلى تشريع لبنيان قانوني يواكب مسألة النفط والإصلاح مع صندوق النقد الدولي هذه شغلة كتير مهمة هوا أولويات الشعب اللبناني بوقتها بس يجوا ليحكوا بمجلس الشيوخ ما رح نكون سهلين مش رح نفرط من هلأ لوقتها ولكن أنه هلأ قبل الاستحقاءات الدستورية دايما نطرح هذه العنوين العريضة لكن رمال نجرب قد ما فينا نحصل على هذه العنوين ضمن اللعبة السياسية معروفة بلبنان ولكن كيف تفسر كلام سفير المملكة لما نحكي عن وجوب أن تكون شخصية رئيس الجمهورية متعاون مع رئيس الحكومة هل هذا الكلام تحتيدا يطرح باب أو يفتح باب بمعادلة إقليمية معينة ممكن أن ترجع بعدين أن تصير وأين تنرح تصير بسؤالك إحاء لما أثير بالصحف من يومين أن هناك بحث حول أن يأتي تكون هناك تركيبة رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة نعم طبعا في الكلام اللي حكاس سفير سعودي سيد وليد البخاري مهم يجب أن يكون هناك تعاون وتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نعم التعاون يجب أن يكون بين السلطات مع الحرص على مبدأ فصل السلطات هذا نص على الدستور ولكن إذا كان السؤال حول ما أثير بالصحف حول تسوي تأتي برئيس جمهورية من فريق ورئيس حكومة من فريق آخر هذا أمر لا يقوم وغير دستوري وتعقيد للمسألة أكثر ليه لأن الاستحقاق اليوم هو رئيس الجمهورية خاننا نتلق من هل نتفق على رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية وفق الدستور بيعمل استشاراته الملزمة في أصوات بتطلع بدوا يحسبها مضطر رئيس الجمهورية أن يكلف الرئيس الذي حازه على أكثر الأصوات لكن مش أول مرة بتكون فيه سلة متكاملة لماذا بدأت تكون سلة متكاملة لا بنا نقبل بالتعليب المسبق مش الناس بترفض التعليب المسبق نحن مع الناس لن نقبل بالتعليب المسبق ولكن شو هالمعادة اللي خليني خبرك ويعرفوا شو معنات الناس طيب يعني معناتها لك شو عبي قلولنا رحوا جيبوا رئيس من 8 أدار نعطيكم رئيس حكومي من فريق 14 أدار